في اليوم الأول لدخول منزل الجميلات النائمات نظرت الست روزا في عيني مباشرة كأن عورتي الحقيقية هي قدرتي أن أرى أعتقد أنها رأت نفسها يومها مضاعفة في هاتين العينين وأنها في تلك اللحظة بالذات تعرفت لأول مرة على وجه عدوها الحقيقي أنا أيضا نظرت في عينيها رأيت شخصا لم ينم ليس ليوم أو لأسابيع أو حتى لشهور بل حياته كلها هذه المرأة لم تغمض مرة ربما قررت أن تفعل ما تفعله بأولئك الفتيات ألاقي سأصير بعد قليل إحدى هن انتقاما من النوم بالذات رغم ذلك كانت تحلم لم يكن صعبا أن أعرف هذا أيضا حتى أنني شعرت في تلك اللحظة أنني أحد أشخاص حلمها وأنها يكفي أن تستيقظ منه لأختفيها للأبد إنها صاحبة المنزل لا تحتاج أكثر من نظرة ليعرف الواقف أمامها أنه يواجه قوادة فهتان العينان تنظران من أجل الرجال لا بحثا عنهم إنها امرأة لا تشيخ بسبب نظرتها تلك بالذات نظرة مستعارة من عيني شخص آخر ولصقت بعينيها قصرة لكي ترى نيابة عن آخرين لم يكن أولئك الآخرون سوى العجائز الذين يترددون على هذا المنزل الغريب ليناموا إلى جوار عذروات عاريات ومنومات دون أن يفعل الواحد منهم شيئا سوى تذكر حياته على شرف فتاة نحيلة وفقيرة تصلح بالكاد شاهدا لقبره كان منزل النائمات مكانا غريبا يسمع فيه صوت البحر بوضوح دون أن يكون بالضرورة قريبا من البحر لا يضرب الموج واجهته بل يتخبط بالداخل بين جدرانه دون أن يرى كأنه مختزن بداخلها كأن البحر مدفون هنا في تلك المقبرة الرحبة للشيخوخة وحيث لا تحتاج الذاكرة فما لتنطق أذكر أنني عندما صرت بداخله لأول مرة شعرت بذلك الموج غير المرئي يدغدق قدمي ويرتد كلص يرغب في الهرب بأكثر مما يرغب في السطو ومن أجل ذلك يسرق في كل مرة شيئا لا يريده وقد ضاعف حظر التجول الذي فرض يوم دخلت المنزل لأول مرة من عزلته حيث تبخر الإسكندرانيون بحلول السابعة مساء أصبحت الإسكندرية كبحرها تختفي بغياب الشمس تموت مرة واحدة مع الغروب كأنها تتقيأ نفسها في الماء وستظل هكذا حتى السادسة من صباح اليوم التالي عندما يصدر الأمر العسكري بالاستيقاظ ربما يعرف بعضكم الآن شيئا عن حكاية هذا المنزل الغامن والسر والمشبوه لقد كتبت هذه القصة مرتين من قبل وفي الروايتين كان هناك عجوز يتردد على المنزل ويتذكر من خلال الفتيات النائمات قصة حياته كان مكانا تديره امرأة مديرة منزل أمقوادة تعمل لديها فتيات عذراوات يستقبلن في الفراش رجالا عجائزة بعد أن تمنحهن منوما قويا يستحيل معه أن يستيقظن يتعرين تماما لهؤلاء العجائز الذين لا يفعلون شيئا سوى الفرجة فقد كانت قانون المكاني يجرم أن يخطئ أحد العجائز ويمارس الجنس مع العذراء النائمة إنه مكان هدفه الوحيد أن يتذكر العجائز شبابهم المنقضي دون أن يضيفوا خطأا جديدا لتاريخ آثامهم بيت ضعارة مخصص للرجال الذين لا يجلبون المتاعب وهو تعبير مهذب يعني الذين لم يعودوا رجالا ضعارة رمزية يثمنها أولئك الذين لم يعودوا يملكون جسدا يقايدون به يقلبون الجسد الهامد لفتاة نائمة كقطعة عملة يتشممونه كسمكة ميتة على الشاطئ قبل أن يفرغوا أفواههم مطمئنينة وقد صار الحكي من يهم الوحيد في رحي من شاب بحثا عن امتداد متأخر لا يمنحه ابن قدر ما تمنحه ذكرى هناك مرة ثالثة جاء فيها عجوز ليكتب القصة من جديد وربما حلم بأن يجمع الكاتبين الذين سبقاه معا لكني قررت إيقافه قلت القصة هذه المرة لن يسردها عجوز جديد يأخذ دوره بعد أن يترق الباب بخفر ليستعجل سابقه في المغادرة الرواية الجديدة التي وقفت أمام عبورها كقاطعة طريق ستحكيها هذه المرة واحدة من أولئك الفتيات النائمات اللائي لم يتكلمنا أبدا من قبل وظللنا مغمضات كأنهن جئنا للقصة فقط كي يضاجعهن في الكتابة جميع الرجال الذين خانتهم الأسرة